زيكا جمال نهاردة في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هوم سينما النهاردة حلقة جديدة شوية من نوعها ان احنا بنعمل تريلر بس مش لمسلسل رمضاني ولا لفيلم من الافلام المرتقبة بل هو لبرنامج من برامج رمضان تقريبا من اكتر البرامج النجحة سواء تتطفق او تختلف معاها في اخر عشر سنين تقريبا وهو برنامج رامس جلال اللي بيجي كل سنة في رمضان في وقت الفطار انا مش من نوعية الناس اللي بحب رامس جلال ولا بكره رامس جلال بس زي ما تقول كده يعني هو زي ما تقول بتاع رمضان ان هو اول لما بيجي في رمضان وقت الفطار لازم تشغله وتتفرج على حلقة رامس جلال بقى اعلنتها بحاجاتها بقى غنجها بكل حاجة على الرغم ان الحلقة ممكن تبقى ربع ساعة وحرفين بتيجي في التلفزيون في ساعة المسلسلات هتنزل بكرة في اول يوم عرض تقريبا مش حارف يسا كان حيبقى على مصر ولا حيبقى على وكله ولا مصر بس لان كانوا قالوا ان المسلسلات هتتعرض من النهاردة لان الحالة بتاعت النهاردة دي بتتصور يوم الحد النهاردة احنا يوم الحد فكانوا قالين في مصر ان الساعة تمانية تقريبا في مسلسل لحم غزال ومش عارف الساعة تسعة ونص تقريبا في المسلسل بتاع مينا خليل وسمعت برضو ان محمد رمضان المسلسل اللي هو موسى تقريبا الساعة تسعة على فمعرفش اللي خليهم غيروا فكرة ان هم مش هيبقى فيه مسلسلات النهاردة. فمع انا بصراحة ما عنديش اي فكرة يعني. النهاردة الحالة اللي انا خلينا عاملها النهاردة على ايه على رامز. ان انا مش من نوعية الناس زي ما قلت من شوية اللي بكرهه ولا بحبه بس فيه كزا حد طلب مني ان انا عامل لبرنامج رامز. فتمام يعني مش يعني مش حابب ان انا ازعل حد خصوصا ان احنا داخلينا على رمضان وبتاع. يعني اللي خلينا عامل لكل المسلسلات ولا خلينا عامل لكل المسلسلات فمش هيجي يعني على البرنامج الغلبان ده. وخلاص فانا اعملوا لمرة عشان محدش يزعل مننا يعني. زي ما اللي بعمل لكم بقى بعد ازنكم بقى زبطوني بقى لايك وشير وسبسكرايب دي بتاعتنا على بكرة. طبعا كالعاهدة ما شوفش بتاع البرنامج ولا مرة هشوفه معكوا دلوقتي الاول مرة. يلا بينا. رمضان كريم وكل سنة هنت طيبين. الخوف منوش كبير. الرعب انوار. وانا بفضل اقوى نوع. الخطر مستويات. وانا دايما باختر اعلى مستوى. اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة اوكي ماشي حلو برضو يا جماعة يعني شغال تمامي يعني ما فيش اي حاجة تزعل في برنامج رامز اللي احنا نتفرج عليه المعتاد بتاع كل سنة اكتر حد متحمس ان انا اشوفه بصراحة في التجربة بتاعت البرنامج ده اه حمو بيكا من اللي ظهروا في الاعلان يعني حمو بيكا ومين توتا حمد عبد الرحمن دول اللي شفتهم في الاعلان اكتر ناس يعني متشوئ ان انا اشوفهم او اللي هيحصل فيهم يعني بمعنى الاصح مين تاني مسلا ممكن يبقى موجود الناس اللي هتصدر في البرنامج مش حلوة قوي يعني ممكن في في عبدو تفتكروا في في عبدو بس ما اجابهاش في الاعلان غريبة يعني ممكن السادي مكنتش موجودة في في عبدو انا بصراحة حلقات في في عبدو دي بالذات في برامج رامز بتقتلني دحك بالطريقة اللي بتهزقوا بيها يعني دي بتقتلني تحكي حرفية ممكن اخش حرفين كده اا على يوتيوب واقعد اتفرج على مشاهد كده اللي رامز وفي في عبدو حرفين في البرامج اللي كانوا بيجيبوها. انا بالنسبة لي طبعا مش هانيدي نسبة ترقب ده برنامج يعني مش مسلسل يعني انا مش متراقب لانه هو هو بتاع كل سنة فمش فارق معاه كتير يعني. اا بس وقت الفطر بنتفرج عليه مش هانيضحك على بعض يعني سواء الناس اللي هتقول لك ببعبوش ومش عارفة اللي هم تفرجوا عليه عادي جدا يعني. فبالنسبة لي مش هايبه فيه نسبة التراقب لانه في الاول وفي الاخر ده برنامج يعني مش مسلسل او فيلم انا مس حموت واتفرج عليه. انا بالنوجة نظري شايف اكتر مقلب حرفيا رامز عمله دحكني واحد وكصعوبة مقلب كصعوبة مقلب ان يخليك يعني وممكن يحسسك ان هو ممكن حرفين انتهى بتموت يعني بدون مبالغة. رامز بتاع اه الطيارة. بس على الاسف مش فاكر اسمه ايه. اللي هو كان لابس فيه مرة راجل مش عارف بطاقية او مرة كان واحد بنظارة واسمراني وبشعر ومش عارف ايه. اللي هو كان تقريبا متصور في الامارات على ما اعتقد يعني. اللي هو كان بالطيارة كان بتعمل وبعد كده ومش يعني كان فيه محمد رمضان وكان فيه لوسي كان فيه كزا حد يا محمد ينيدي ومحمد ينيدي برضو من اكتر الناسة منتزل انا اتفرج عليها في البرنامج ده. بس آآ اللازيز يعني البرنامج بتاع كل سنة مفيش آآ حاجة واوي يعني بس انا من وجهة نظري شايف ان البرنامج بتاع السنة دي حيبقى افضل بكتير من البرنامج بتاع السنة اللي فاتت. البرنامج بتاع رامز بتاع السنة اللي فاتت كان من اكتر المواسم بتاعت رامز جلال الحقيقي البرنامج بتاعها كان وحش قوي. قوي كان مقلب سخيف بطريقة بشعة. يعني اللي هو حرفين مفيش ايه حاجة تحصل يعني. لو حرفين قاعد على كرسي وبيلففني. حسنا اقعد في دريم بارك. حرفين ده اللي بيحصل يعني. فبرنامج السنة فات كان برنامج سخيف قوي. ما عجبنيش خالص يعني. اتمنى ان هو يبقى احصل من بتاع السنة اللي فاتت يعني اتمنى. بس ما عتقدش ان حيبقى فيه واحد ما عتقدش ان حيبقى فيه برنامج رامز حيبقى اقوى من المقلب اللي انا كنت بقول لكم عليه ده لو بتاع الطائرة. بتاع الطائرة ده بصراحة كان شنيعة يعني. يعني لو حصل معي موقف زي ده مسلا لو بتاع الطائرة ممكن حرفين اموت فيها يعني. اصلا ده بتاع الطائرة ده بالزات اللي يخليك في ده ده مفهوش هزارة. اصلا طائرة ايه حتعيش هي حتموت حرفيا يعني. زي المقلب برضو بتاع اللوة الرمال المتحركة ده. كان في شارو خان. بس ما عنديش اي حاجة تانية اولا آآ لي برنامج رامز عقل وطار ان شاء الله بازن الله الحلقة اللي هيكون اخر هنعملو في رمضان السنة دي وهو يوسف الشريف. آآ بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن برنامج رامز عقل وطار اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله شوكوا في فيديوات تانية قريب ما تسوشش اعملوا لايك وشير لحلقة عجبتكم ما تسوش بردو تعملوا للشانل التانية اللي اسمها هو ما اللي انا هنسيب لكم اللينك بتاع في الديسكريبشن ولو حقبين تعملوا لي فالو لايك على فيسبوك وتويتر اشتركوا في اشتركوا في القناة